الحكومة عملت في وضع صعب لكن عملت من الميدان الوزراء كانوا في وزاراتهم استعادوا عمل المؤسسات بشكل سريع بعد صعوبات عدة تلقت الشرعية في طريق عودة حكومتها إلى عاصمتها المؤقتة عدن كان لزاما أن يتم تحريك ورقة السياسة بزيارات يذهب بها بن مبارك بحقيبة الخارجية إلى دول أوروبية لإعادة الحديث عن موقف الشرعية من السلام والذي تظهر الشرعية أنها مستعدة لأي حوار مقبل دون قيد أو شرط الحكومة اليمنية والشعب اليمني يتطلع إلى السلام وبالنظر إلى هذا الاستعداد عن قرب يقول واقع الشرعية بأنها تمد دائما يد المبادر لعقد جلسات الحوار والمفاوضات ممسكة بالمرجعيات الثلاث والقرار الأممي مرجعيات تعيد مفاوضات الحل كل مرة إلى نقطة الصفر وتفضي بواقع الحال إلى مربع توقيع اتفاقات مؤقتة فاشلة كما يرى السياسيون واقع الحل خلال هذه الفترة الجارية يقول بأن أي جلوس على كرسي محادثة السلام اليمنية بعيد كل البعد فما تزال أي ورقة سياسية حبيسة أدراج الدوالب العسكرية والتحرك المسلح على الأرض فمنذ مطلع عشرين عشرين ونية الحوثي هي الدخول إلى مأرب لتتوقف على إثر ذلك العمليات السياسية وستظل متوقفة إلى أن يتم طي صفحة مأرب وفي مواجهة موقف الشرعية المستعد للسلام الموقف الحوثي واضح أكثر من اللازم فكل إشارات الميليشيات تقول بأنها لن تنخرط في أي عملية سلام قبل فتحها لعاصمة النفط اليمنية والذي تعتبرها الميليشيات ظلع الثروة بعد الشعب والأرض وفي مواجهة الصلف الحوثي الرافض للسلام ما تزال الشرعية بعيدة عن أي تحركات عسكرية جادة لإخماد نيران الحوثي نيران يواجهها من تبقى من الجيش وأبناء القبائل دخلت معركتهم مرحلة الدفاع الذي ما إن استمرت ستتغير جغرافية السيطرة نتيجة الركود ومن خلال قراءة الواقع يرى عسكريون وسياسيون أن الشرعية بحاجة إلى تحريك الملف العسكري وخلق تحالفات حقيقية على الأرض لتنفيذ هذا الخيار من خلال إلغاء التعامل مع اتفاق السوكولم والفرض على الأمم المتحدة لسحب بعثتها الشكلية التي يحتضنها الحوثي لتمرير مشاريعه كما يقول استراتيجيون أن على الشرعية أن تخلق توازنا عسكريا على قاعدة الرادع بوضع ميناء الحديدة في مقابل تحركات الحوثي في مأرب وهو الأمر الذي سيقطع دابر الطمع والجشع الحوثي الذي لم يكف منذ ثمانية عشر شهرا دون ما دراسة الشرعية لبداء الضغط لذلك يبدأ المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس جراندبرغ مهام عمله الأحد وقال جراندبرغ في حسابه على تويتر إنه قبل هذه المسؤولية بوعي كامل لحجم المهمة وتعقيدات الوضع والتحديات التي تنتظره مؤكدا أنه سيبدل كل ما في وسعه للمساهمة في تحقيق سلام دائم وعادل في اليمن مشيرا إلى أنه سيذكر جميع المعنيين بمسؤولياتهم المشتركة نحو مستقبل اليمن وذكرت مديرة الاتصالات بمكتب المبعوث الأممي لليمن أزمني بالا إن جراندبرغ سيدلي بإحاطة لمجلس الأمن في العاشر من سبتمبر الجاري حول رؤيته ومستجدات الوضع ويخلف جراندبرغ مارتن جريفوس الذي تم تعينه وكيلا للأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالة الطوارئ في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا